في إطار الترويج للمملكة وجهود سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مواصلة تواجد اسم مملكة البحرين في البطولات الأوروبية أقيم سباق كأس فيكتوريوس البحرين للقدرة في مدينة قرطبة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الإسباني للفروسية ومسؤولي مدينة قرطبة الإسبانية بمشاركة واسعة ويأتي تنظيم هذا السباق بعد النجاح البارز الذي شاهده سباق الأورقوي على كأس فيكتوريوس البحرين وبهذه المناسبة أكد اسمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تنظيم البطولات الخارجية باسم مملكة البحرين تحقق أهدافا نوعية في الترويج للمملكة تماشيا مع رؤية جلالة الملك المفدى وتطلعات واهتمام اسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وأشار اسموه إلى أن نجاح كأس فيكتوريوس البحرين للقدرة في مدينة قرطب الإسباني يأتي امتدادا لسلسلة النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية عبر مواصلة جعل عالم المملكة يرفرف في المحافل العالمية الكبرى مبينا سموه أن هذا النجاح سيكون له إسهامات عديدة لترويج للمملكة وأوضح سموه أن بكتوريوس البحرين أصبحت علامة فارقة في المحافل العالمية عبر تواجدها الدائم في مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى وأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشاركات وتنظيم البطولات تماشيا مع الخطة المستقبلية وثم نسموه شيخ ناصر بن حمد الجهود البارزة التي بذلتها اللجنة المنظمة في سبيل تحقيق كامل النجاحات للسباقات والتي شهدتها مدينة قرطب الإسبانية هذا هو أقيم سباق الجائزة الكبرى لتحدي فيكتوريوس البحرين للقدرة في قرطبة حيث توجى بالمركز الأول جارة تينكس والمركز الثاني وحيد دي غاليون والمركز الثالث شيرير بيو أما سباق ثمانين كيلومتر على كأس فيكتوريوس البحرين فاز بالمركز الأول إس دابليو جاهياد والمركز الثاني إجرهام وسباق ستين كيلومتر المركز الأول جليلا دي أسكت والمركز الثاني أفورنيا والثالث هيراتيج وسباق أربعين كيلومتر المركز الأول إس دابليو جوبيتر والثاني جي أم أدفريكا والثالث أكاليلي